شهد الله الكرام كنا معكم في مسابقة عساف الخيل نقول ألف ألف مبروك للفايزين وهارد لكي من حالهم الحظ والكل إن شاء الله هنا فايز في هذه الأيام بالذات مجرد المشاركة بالفعاليات الخاصة باليوم القالية علينا كلنا الثامن عشر من ديسمبر يوم تأسيس دولتنا القالية تعتبر كل المشاركات وكل المشاركين فايزين بإذن الله نعم أكيد كل المشاركين فايزين مثل ما قال أخوي ناصر المساهمة والمشاركة في اليوم الوطني وفعاليات اليوم الوطني دائما ما يكون لها الحقيقة الأثر الإيجابي وخصوصا أن هذا الموضوع هو واجب وطني على الجميع ننتقل معكم مشاهدين ومستمعين الكرام وقبل ما ننتقل متابع الحقيقة النزول المظلي في أرضية درب الساعي وهذه الفعاليات المستمرة دائما في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الجميع ننتقل إلى أحد فقراتنا التي حضرناها لكم مشاهدين ومستمعين الكرام على قدم وساق دائما وأبدا ما تتواصل الجهود في الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات لغرض الانتهاء وإنجاز أعمال سهيل 2 الذي من المتوقع أن يحلق إلى الفضاء بإذن الله عام 2016 خلال فترة قصيرة تستحق منه أن نسلط عليها الضوء في يومنا الوطني ومن هنا معنا السيد حمد المناعي الرئيس التجاري لشركة الأقمار الصناعية سهيل سات حيكلة حمد سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة مرحبا الله يحييك أولا أحب أبارك حق جميع أهل القطر القطر حكومة وشعبا باليوم الوطني نقول الله يدوم علينا إن شاء الله نعمة الأمن والأمان في البلاد الله يتزاك خير ولا شك أننا نكون دائما سعيدين الحقيقة بتواصلكم أيضا معنا في سيديو درب الساعي وهذه التغطية للتعبير الحقيقة عن مشاعرنا بهذه المناسبة العزيزة والغالية تستمر الفعاليات ناصر في أرضية درب الساعي نعم صحيح ولكن يمكن إذا نشوف مشاهدنا الكرام هذه النزول المضلي لشبابنا اللي كنا نتكلم اليوم العصر كان معنا أحد الأضيوب كان نتكلم عن المضليين هذا الفريق اللي حديثي من سلامات بسيطة ولكن أخذ العديد من البعوات على مستوى العالم وكلنا فخر بأن نشوف شبابنا على مهارة كبيرة أو على مقدرة أو على قدرة من المهارة لا تريد أن تطلع معي على قدر عالي من المهارة سهيرا طلعت ينافسون يا ناصر وقصروا على أيضا أوسمة الحقيقة بطولية في هذا المجال الله يعطيهم العافية والكل مثل ما قلنا يحب يشارك في هذه الفعاليات نعم أخوي حمد طبعا مثل ما قال سالم اليوم الوطني فعلا يمثل لنا العديد من القيم والمعاني ومن أبرز هذه الإنجازات والبناء العطاهي طبعا سهيل سات تعتبر من هذه الإنجازات فكيف أنتوا ترجمون هذه القيم والمعاني في سهيل سات أو تجسيد اليوم الوطني بالنسبة لكم والله أولا سهيل سات يعتبر بحد ذات إنجاز لدولة غطاء بالنسبة للعطاء والإنجاز في هذا فنقول نمشي على الاستراتيجيات الموضوع والحمد لله رب العام نحن نمشي على نفس الاستراتيجيات على قدم نوساق نعم للاستمرار في اللي نطمح له إن شاء الله في العطاء بإذن الله والعطاء مستمر دائما أكيد أخي حمد لو نقف حنا على إنجازات سهيل سات وعلى إنجازات أيضا الشركة خلال العام المنصر ما قدمتوه خلال هذا العام طبعا نقدر نقول أو ما تحقق يعني نعم يعني مشروع مشروع سهيل 2 نقول التقدم في المشروع هذا يعتبر بحد إنجاز يعني احنا قلنا من التوقيع إلى الانتهاء سنتين وهذا حد ذاته تحدي لنا أكيد فلحد الآن لحد الآن أو الموقع أو الموقع اللي وصلنا على في الإنجاز نزين يعتبر شيء جميل بالنسبة لنا ككادر قاطر يعني في وقت قياسي في وقت قياسي إن شاء الله ونطمح أن نحن نواصل ونستمر ونخلص على نفسه بإذن الله إن شاء الله أخي حمد هذا ما نتمنى يعني يمكن أحدث الإنجازات هو مشروع سهيل ساته راح نرجعناك نخوف التفاصيل أكتر لكن أخي حمد يمكن نشوف ويتابعون مشاهدينا الكرام احتفال الجمهور وتواجد الشعب بعدد كبير في فعاليات درب الساعي ونشاهد الأدعم نشاهد أيضا شعار اليوم الوطني ينزلون بالمضليين بين الجمهور يعني مثل هذه الاحتفالات والفرحة سالم تجسد له الكثير بالذات إنه شوف شوف الأدعم أكيد أكيد ناصر جعله يبطي هو يرفرف يا رب العالمي اللهم أمين وبإذن الله أنا راح يبطي مثل ما ذكر ناصر وهو يرفرف بإذن الله في هذه المناسبات العزيزة والغالية وفي كل المحافل تتواصل الحقيقة الفعاليات بكل أنواعها في أرضي الدرب الساعي وأنا أتوقع أيضا من الفعاليات في جميع أرجاع الدوحة وخصوصا أن غدا هو الثامن عشر من ديسمبر ذكرى مؤسس كيان هذا البلد العظيم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى نرجع أيضا إلى ضيفنا الكريم أستاذ حمد المناعي الرئيس التجاري شركة الأغمار الصناعية إسهيل سات ونرجع أيضا إلى سهيل واحد وكذلك سهيل اثنين وما الفرق بين سهيل واحد وسهيل اثنين أو ما يميز سهيل واحد عن سهيل اثنين السهيل واحد وثانين نقدر نقول ليفرق موضوع التقنية الأثنين نقدر نقول الأثنين على مستوى عالي من التقنية لكن سهيل الثنين راح يكون أعلى خصوصا في موضوع مقاومة التقنية ستكون أعلى في موضوع مقاومة التشويش بالإضافة إلى وجود ساعات أمارية أعلى لتخدم القنوات التلفزيونية القطرية أو الدول العربية التي تغطيها المنطقة الجغرافية التي تغطيها القمر الصناعي وهو سهيل 2 مساعم في تنمية أيضا رؤية قطر الوطنية 2030 أكيد دعنا نتكلم عن الشركة بشكل عام نعتمد على الركائز الأربع لألفين وثلاثين دعنا أقولها لك باختصار مثلا لو أتكلم أنا عن التنمية الاقتصادية فأقول لك أنا والله سهيل سات مصدر مصادر تنويع الدخل لو أقول لك التنمية البشرية فالحمد الله إحنا عندنا مبتعثين عن طريق السهيل سات جالسين نساهم في الموضوع هذا التنمية الاجتماعية يعني علاقاتنا الدولية هذا نقدر نقولنا والله هذا تنويع في الثقافات نطلع الثقافة الغطرية التنمية البيئية التقنية الأقمار الصناعية تخدم البيئة بشكل كبير يعني ممكن نستخدم بعض الأنظمة بعض كذا لحفاظ على البيئة نعم ممكن أكدتوا في قبل فترة أن القمر الصناعي سهيل 2 يعني إجتاز مرحلة تصميم النهائي ومفروض منه يطلق في نهاية 2016 أنا ودي أعرف ونوضح المشاهدين وين وصل هذا المشروع لحد الحين ومتى إن شاء الله راح نقول يبدأ خدمات البث الفضائي الله يسلمك الآن نقدر نقول نحن في مرحلة التركيب أو التنفيذ نقدر نقول وصلنا تقريبا إلى 60-70% من التركيب وهي الأجهزة الفرعية يتم تركيبها فحصة في نفس الوقت لغاية الانتهاء يعني لغاية ما يكتمل 100% يعني حين نوصلنا 60-70% المرحلة اللاحقة إن شاء الله هي بتكون الاختبارات النهائية للذبذبات للضغط اللهم يسمونها الفحصاتي بالنسبة للعامل الفضائي فحنا نقدر نقول 70-100% تقريبا خلصين موضوع التركيب الحمد لله رب العالمين أيضا حمد أنتم تشاركونا وتشارك الشركة القطرية لأقمار الصناعية السيلسات في معرض IBC سنوي بالعاصمة الهولندية أمستردام هل منتباصيل عن هذه المشاركة؟ نعم هذه مشاركة سنوية نحن دائما نكون متواجدين فيها معرض كبير يخدم القطاع قطاع الإعلامي والاتصالات في نفس الوقت نعم نقدر نقول احنا مشاركتنا للتسويق للسيلسات بالإضافة إلى كتساب الخبرات ممكن عقد صفخات تصير هناك الشغلة الثانية نقدر نقول لك أبراز دور قطر أو حضارة قطر في آي بي سي 2015 نحن نفذنا بجائزة أفضل ستانت أفضل أفضل ستانت نعم كتصميم كان تصميمنا تراثي قطري فالحمد لله على الشغلة هذه الحمد لله زين طبعا رؤية سهيتات اللي أنه يقوم على توفير طبعا خدمات عالية الجودة اللي عمالها سواء في قطر أو بالإضافة للقنوات الهربية والفضائيات الأخرى لكن أي شيء يميز السهيل أو القمر الصناعي سهيل عن باقي الأغمار الأخرى ما نقدر نفاضل كثير بس أنا أقدر أقول يعني يمكن في لقاء سابق وقلت معاكم أثبتنا قوتنا في موضوع التغلب على التشويش وهذا كان واضح جدا يمكن هذا أمر تعاني منه الكثير من الأغمار الصناعي الكثير يعاني منه فبعدين قنوات عالية الجودة يعني الحمد لله رب العالمين هذا ممكن في السوشيال ميديا التي نلاحظها في السنة 2014 جودة عالية في القنوات ما في تشويش على القمر الصناعي فأقدر أقول أن هذه من الشغلات التي تميزنا إن شاء الله عن الأغمار الأخرى نعم أنتوا أعلنتم في وقت سابق ونتوقع أننا أيضا أننا أجرينا لقاء الحقيقة بخصوص هذا الموضوع ولكن دائما نقول اليوم الوطني هو وقفه مع النفس فيما حققناه من إنجازات فيما مضى أنتوا أعلنتوا أو أعلنت شركة القطرية اللي أقمار الصناعية إسهيل سات إنشاء محطة أرضية شمال الدوحة ما أهمية هذا المشروع وهل لديكم مشاريع أخرى في مجال تطوير المحطات الأرضية في قطر طيب بالنسبة حق المحطة الأرضية اللي أسلمك يعني خلنا نقول في أهميات أو الأولويات نعم نحن لما نقول إسهيل واحد كان تعاون بين قطر وشركة أو الشركة القطرية لقمار الصناعية وشركة فرنسية فقمر صناعي مشترك إسهيل اثنين قمر صناعي قطري بحت فأول حاجة أستفيد منها أنا من المحطة الأرضية أن أنا راح أتحكم بالقمر الصناعي يعني حتى التحكم راح يكون قطري جميل بالإضافة إلى بالإضافة إلى أنا أقول فايدتي يعني مثلا المحطة تلبث للقنوات سواء نخدم القنوات القطرية أو القنوات العربية التي تريد تكون موجودة خدمات الإتصالات ممكن نوفرها خدمات الإتصالات خدمات الإتصالات ممكن نوفرها في المحطة ممكن نحن نقول لأزمة الكوارثة أو اللي يسمونها disaster recovery حق بعض القنوات يعني مثلا ممكن نوفر إحنا استوديوهات في المحطة هذه مش بس إرسال بث فممكن نوفر استوديوهات مثلا إذا في مثلا صار حاجة أو شيء يعني نقول أن هناك فوائد اقتصادية ممكن أن يتم الحصول عليها بعد تشغيل هذه المحطة هي أكيد يعني إذا نتكلم عن السهلسات فنحن نتكلم عن شركة تجارية شركة تجارية ربحية فأكيد أنه في يعني راح يكون في عوائل ما تجاري يعني في عقود في التفاقيات أيضا مع قنوات وممكن أن تضاف إلى السهلسات أو السهل أيضا ون أو السهل تو الحقيقة ننقل بيض الله وجيكم على هذه الأعمال تقدموها الحقيقة وتوقع أن هذا كله يساهم في التنمية الاقتصادية وأيضا يشمل الركائز الأربع مثل ما ذكر أخونا حمد المناعي وأيضا نرجع إلى اليوم الوطني واحتغلات اليوم الوطني هذه المناسبة دائما نحب نعبر فيها عن مشاعرنا الحقيقة اتجاه بلدنا واتجاه وطننا كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء أستاذ حمد أنا أول شي أقول الله يبيض وجيهكم على هذه الشغلة مع أننا طوفتون العرضات ترى راحت علينا عرضات الجماعة ما لاحقنا عليها لكن شوفتكم مكسب أكيد يعني اليوم الوطني الكل يفخر فيه الكل يعتز فيه واحد يعيد حساباته في اليوم هذا أكيد شي طبيعي ما قدمه ما يقدم دائما مثل ما قلت أنت وقفة مع النفس الواحد يحسب حسابه أي شي قدمه المفروض أنه يعطي أكثر إن شاء الله سيد حمد المناعي المدير التنفيذي لأشؤون التجارية لشركة الأقمار الصناعية سهيل ساد شكرا لحضورك معنا نتمنى إن شاء الله لك التوفيق ونتمنى إن شاء الله أنك تلحق إن شاء الله على الخوان إذا لم ألحق عليهم اليوم عاد لك إن شاء الله بكرة ونسأل الله لك التوفيق شكرا جزيلا لك شكرا حمد السعاد الحقيقي بتواجدك معنا في هذه التغطية وأيضا بالتعبير عن مشاعرك الجياشة إذا مشاهدين الكلام تستمر